موسيقى موسيقى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه إجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كبير آمين وبعد فهذا والدرس السادس من سلسلة دروس كتاب يرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق للإمام أبي يحيى أو أبي زكريا عفوا أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شاف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بي آمين وصلنا إلى المسألة الثامنة من مسائل بال الحسن الحديث الحسن قال الثامنة كتاب الترمذي كتاب الترمذي الإمام الترمذي أبو عيسى وهو كما تعلمون أو لا تعلمون هو من خواص تلاميذ الإمام البخاري كان الترمذي من خواص تلاميذة الإمام البخاري الله ترمذي يعني ترميذ كان ترميذ الإمام البخاري كان من خواص تلاميذة الإمام البخاري قال أصل قال الشيخ رحمه الله كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن يعني في معرفة الحديث الحسن وهو الذي شهره يعني كتاب الترمذي السنن الترمذي هو الذي شهر الإمام الترمذي وأكثر من عفا هو الذي استغفر الله وهو الذي شهر الحديث الحسن وهو إمام الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في كلام بعض مشايخه وكذلك يوجد الحديث الحسن في كلام بعض مشايخ الإمام الترمذي وطبقتهم يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر من ذكر الحديث الحسن في سننه إما أن يقول حديث الحسن أو يقول حسن صحيح أكثر من ذكر كلمة الحسن حتى هو الذي أشهره بين العلماء وكذلك يوجد من شيوخ الترمذي ومن هم بطبقته من ذكر كذلك الحديث الحسن في كتبه وفي كلامه قال كأحمد بن حنبل والبخاري وغيريهما كما قلنا قبل الإمام البخاري هو شيخ الترمذي الترمذي هو ترميذ الإمام البخاري حتى قال الشيخ العراقي رحمه الله تعالى قال وكذلك وجد ذكر للحديث الحسن في الطبقة التي قبل الإمام البخاري في الطبقة التي قبل الإمام البخاري وذكر كلاما للشافعي ذكر كلاما في ذلك للإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال في اختلاف الحديث عند ذكري عندما ذكرت حديث ابن عمر عند الإمام الشافعي رحمه الله لما قال لقد ارتطيت على ظهر بيت لنا يقول حديث ابن عمر هكذا يقول الشيء من الإمام الشافعي يقول حديث ابن عمر مسند حسن الإسلام فإذا كلمة الحسن أول من ركز عليها وأول من شهرها هو الإمام التربية وقد وجدت هذه الكلمة في كتبه وكلام شيوخه وكذلك ذكرت في كلامه من قبلهم كالشافعي رحمه الله تعالى قال ونص الدار قطني رحمه الله تعالى في سننه على كثير من ذلك على كثير من حديثه الحسنة قال وتختلف السنن من كتاب التلمذي في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك وتختلف النسخ من كتاب التلمذي ماذا عندك أنتو؟ نسخ وتختلف النسخ السنن السنن؟ سبحان الله وتختلف ما الذي حصان؟ وتختلف النسخ من كتاب التلمذي في قوله حسن أو حسن صحيح يعني بعض النسخ الموجود في سنن التلمذي ما هو موجود في آخر من الحديث حديث حسن وبعض النسخ نفس الموضع يكون حسن صحيح فالمطلوب منك أنت أيها الطالب أن تصحح الأصل الذي بين يديك على أصل قد قرأ على الشيخ أو على واحد ممن قرأه على الشيخ لتكون النسخة التي بين يديك نسخة صحيحة قال وتختلف النسخ من كتاب التلمذي في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك الذي تقرأ به بين يديك أن تصحح أصلك به بجماعة أصول بجماعة أصول وذلك كما قلنا بأن تقابل الأصط الذي بين يديك بأصول معتمدة إما أن تكون قرئت على الشيخ أو على واحد ممن قرأوا هذا الكتاب على المصنف وتعتمد ما اتفقت عليه وبعد أن تقرأ بعد أن تقابل النسخة التي بين يديك على الأصول المتعددة تعتمد أنت على النسخة التي اتفقت عليها تلك الأصول واضح أحبابنا قال ومن مظن الحسن ومن الأماكن التي يوجد فيها الحديث الحسن بكثرة سنن أبي داود سنن أبي داود كما قلنا قبل قليل الإمام التلمذي هو تلميذ من تلاميذ الإمام البخاري كذلك أبو داود تلميذ من تلاميذ الإمام البخاري هنا طبعا كان إبو داود رحمه الله كان من كبار أئمة العلم في زمانه حتى قال الحاكل أبو عبد الله في حقه أن قال أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا منازع إمام أهل الحديث في عصره بلا منازع قال روينا عنه الإمام النبي رحمه الله قال روينا عنه عن أبي داود يعني أنه قال ذكرت فيه في السنن في السنن أبي داود الصحيحة وما يشبهه ويقاربه وما يشبهه ويقاربه وفي رواية ما معناه وفي رواية ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الإمام أبا داود لما صنف كتابه صنفه وانتقاه من خمسمائة ألف حديث من خمسمائة ألف حديث واعتنى في كتاب لما قلنا بخمسمائة ألف حديث طبعا عندما يطلق الحديث قد يلد الحديث من عشرة أسانيد كل إسناد يسمى حديثا كل إسناد يسمى حديثا وغضح الكلام أحبابنا فأبو داود رحمه الله انتقى كتابه هذا من خمسمائة ألف حديث فإذا هو كان يركز على الأسانيد التي يحتج بها الأحاديث المقبولة الأحاديث المقبولة وركز أبو داود في كتابه على أحاديث الأحكام على أحاديث الأحكام قال وَمَا كَانَ فِي كِتَابِهِ يعني أبو داود رحمه الله لخص منهجه لخص منهجه في كتابه السنن فقال وَمَا كَانَ فِي كِتَابِي السنن فِيهِ وَهَنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُ يعني الحديث الذي فيه ضعف شديد قد نصصت عليه ولم أتركه هكذا هملا قد أرحتك من عناء البحث في إسناد هذا الحديث وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ صالح لماذا؟ للاحتجاج وللعمل به إن لم يكن قد ذكر حكم الحديث في آخره قال وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْض وبعضها أصح من بعض يعني بعض هذه الأحاديث أصح من بعض أبو داود رحمه الله لما قال وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ اختلف آراء العلماء في تفسير قول أبي داود هذا في تفسير قوله وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ هل يستفاد فيه أن أبا داود رحمه الله ما لم ينص على حكم إسناده هل هو حديث صحيح أم هو حديث حسن أنه قال أبونا أبو داود قال وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ صالح للاحتجاج وكلمة صالح للاحتجاج تشمل أن يكون الحديث إما صحيحا أو حسنا فلذلك اختلفت آراء العلماء في بيان مراد أبي داود في هذا الكلام لذلك نص الإمام النووي رحمه الله تعالى على ما اختاره هو وابن الصلاح من قبله في بيان المراد من كلام أبي داود رحمه الله تعالى فقال قال الشيخ من الشيخ المراد به؟ ابن الصلاح قال الشيخ فعلى هذا يعني بناء على قول أبي داود رحمه الله ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا يعني لم يقيد لا بتصحيح أو تحسين أو تضعيف ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح يعني والضعيف لم ينص على صحة أحد ممن توفرت فيه أهلية الحكم على الأحاديث من تصحيح أو تضعيف أو تحسين وإنما أبو داود رحمه الله أطلقاه ولم يتعقبه أحد من أئمة التصحيح والتضعيف غير ذلك قال ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود لأن الصالح لأن الصالحة للإحتجاج لا يخرج لأن الصالحة للإحتجاج لا يخرج عن الصحيح وعن الحسن أحد يعني حجز أو أعلم كيف ولم ينص على صحته أحد من العلماء لم ينص أحد ممن يميز قلنا بين الحسن والصحيح حكمنا بأن هذا الحديث من الحسن عند أبي داود لأن كلمة الصالح كما قلنا ينطبق عليها تطلق على الحسن والصحيح يندرج تحتها هذا من وصفا فالأحوط الحديث الصحيح لا يثبت إلا بالتنصيص هذه كلمة صالحة وإن كانت هي صالحة لأن تطلق على الصحيح والحسن ولكن الحكم بالتصحيح لا ينبغي أن يكون إلا بالتنصيص فلما فقدنا التنصيص على الحكم بالتصحيح في هذا الحديث الذي سكت عنه أبو داود الأحوط أن نحكم عليه بالأدنى الذي هو الحسن لذلك قال حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون في بعضه يعني في بعض أحاديث سنن أبي داود وقد يكون في بعضه ما ليس حسنا عند غيره ولا داخلا في حد الحسن يعني قد يكون هو حسنا في استلاح من؟ أبي داود حسرا وقد يكون ضعيفا في استلاح غيره في استلاح ليه؟ لأن هذا كله يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الحكم على الرابي فهذا الرابي قد يكون مجروحا عند غير أبي داود فنزل رتبة حديثه إلى الضعف وقد يكون ثقة غير مجروحا عند أبي داود فجعل حديثه في رتبته الحسن الحسن وذكرنا هذا الكلام أظن في الدرس الماضي التاسعة كتب المساند كتب المساند المسند كما تعلمون هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة رضي الله تعالى عنه وأشهر هذه المساند مسند الإمامي أحمد مسند الإمامي أحمد طبعا يذكر هذه الأحاديث وفقا للترتيب الهجائي وفقا للترتيب حروف الهجاء وقد بعض أصحاب المساند يؤلفوا المسند وفق ترتيب إسلامهم يعني قد يتخذ منهج هو لنفسه مثلا مسند الإمام أحمد بن حنبان وفق ترتيب حروف الهجاء فغيره قد يتخذ مثلا منهجا وفق الأشرف نسبا وفق الأقدم إسلاما وفق الأكثر تحديثا إلى غير ذلك قال طبعا أعلى الكتب المساند ما هي مسند الإمامي أحمد ويليهت الرتبة مسند أبي يعلى أبو داوود سنان مسند أبي يعلى الموصري وأفضل نسخة إن أردت أن تشتريها هي نسخة بتحقيق أبي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد حسين سليم أسد هذه أفضل نسخة حسين سليم أسد مسند أبي يعلى مسند أبي يعلى من الترمذي هي نسخة محمود شاكر ولكنها نادرة جدا محمود شاكر ومع مجموعة من المحققين كذلك مسند أبي يعلى حسين سليم أسد هو من سوريا موجود الآن في الإسكندرية إذا حرتم أن تقوموا بزيارته ورجو كبير بالسن تجاوز الثمانين إذا حرتم أن تقوموا بزيارته نعطيكم عنوانه قال كمسند أبي داوود الطيارس بسم الله ونعمل فيه كمسند أبي داوود الطيارس وعبيد الله ابن موسى وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه أو راهوية راهوية عند المحدثين عند المحدثين راهوية راهوية أم عند اللغوية راهوية يقولون راهوية أن الويه اسم واد في جهنم تمام الويه فهم يراعون هذه النقطة يقول المحدثون راهوية راهوية كيفرارا من كلمة ويه هكذا قيل لنا والله أعلم وعبد ابن حميد راهوية راهوية أم عند المحدثين سكون أم عند اللغوية راهوية سيبا ويه إلى آخر مع أنهم قالوا سيبا ويه معناها رائحة التفاح سيبا ويه معناها رائحة التفاح قال وعبد ابن حميد وأبي على الموصري عبد لا وعبد ابن حميد شكرا عبد الله عبد الله بن حميد عبد الله بن حميد ما هذا عندكم عبد ابن حميد عبد ابن حميد أي ونسخة عبد عبد ابن حميد قال وأبي على الموصري والحسن بن سفيان وأي بكر البزار وأشباههما قال لا تلتحق بالكتب الخمسة يعني المسانيد هذه لا تلتحق بالكتب الخمسة قال وهي الصحيحان واسمن أبي داود والترمذي والنسائي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها إذن كتب المسانيد لا تلتحق بالكتب الخمسة في الاحتجاج بها فالاحتجاج بالكتب الخمسة أقوى الاحتجاج بالأحاديث الوالدة من حيث الجملة طبعا من حيث الجملة الاحتجاج بالأحاديث الواردة في الكتب الخمسة أقوى من احتجاج بالأحاديث الواردة في المسانين قلت هذا كلام من حيث الجملة وإلا قد يوجد في المسانين أحاديث صحيحة كثيرة قال أفضل نسخة لأنه كان أعلاهم رتبة وكان الإمام أحمد الحمد أعلى من جاء معهم ذكرهم أعلاهم رتبة في المستدى إمام أحمد الحمد فيه حديث ضعيف وقال بعضهم فيه موضوع فيه موضوع وفيه تقريبا أكثر من ثلاثين ألف حديث أكثر من ثلاثين ألف حديث الإمام أحمد الحمد هو لم يقتصر على ذكر الحديث المقبولة في مسنده وكان أهمه أن يذكر المرويات عن الصحابة المرويات عن الصحابة وواضح الكلام حباب نوها كان أهمه أن يذكر يذكر ترتيب الصحابة الكرام بطلال الله تعالى لهم غريب هذا الدرس اليوم كيف نقطع أقطع أفسر الأسفق قال لا تلتحق بالكتب الخمسة وهي الصحيحان والسن أبي داود والترمذي والنساء وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها لأن عادتهم في هذه المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي جميع ما رضوه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا إذن الغاية في كتب المسانيد هي جمع ما رؤية عن ذلك الصحابي بقطع النظر عن كونه محتجا به هذا الحديث أو غير محتجا به قال ولا يعتنون فيها بالصحيح بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب لأن المصنف على الأبواب إنما يورد في كل باب ما يصلح ل الاحتجاج به ما يصلح للاحتجاج به والله عنه قال النوع الثالث الضعيف النوع الثالث الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة الشيخ رحمه الله تعالى إمام النوعي رحمه الله نلاحظ أنه في هذا التعريف لما قال وهو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن جمع شروط الصحيح وشروط الحسن في تعريف الحديث الضعيف وهو في ذلك يتابع ابن الصلاح يتابع ابن الصلاح بعض العلماء بعض العلماء قال الاقتصار في تعريف الحديث الضعيف على عدم وجود شروط الحديث الحسن كاف بعض العلماء قال الاقتصار في تعريف الحديث الحسن على عدم وجود شروط ضعيف الاقتصار في تعريف الحديث الضعيف على عدم وجود شروط الحديث الحسن كاف لانه ما لم يجمع شروط الحسن هو بالضرورة لا يجمع شروط الصحيح قال وَأَطْلَبَ أَبُوْ حَاتِلْ ابن حبان في تقسيمه يعني أكثر من ذكر أقسام الحديث الضعيف فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا يعني تسعة وأربعين قسما قال وَمَا ذَكَرْنَاهُ ضَابِطٌ جَامِعٍ يعني من قبله الحديث الضعيف هو ما لم تتوافر فيه أو ما لم يوجد فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن قال وَمَا ذَكَرْنَاهُ ضَابِطٌ جَامِعٌ يعني جامعٌ لجميع أنواح الضعيف فلا حاجة لهذا التقسيم الذي قام فيه ابن حبان وغيره قال فلا حاجة بعده إلى تنويهه لا سيما لا سيما أن كثيرا من الأقسام التي ذكروها في الضعيف لا حاجة إليها لأن كثيرا منها لا يحتج بهم فلما يكون الحديث لا يحتج به لا حاجة لتقسيمه لأن الغاية من التقسيم هو بيان درجة الاحتجاج به فإذا كانت أربعين أو خمسين أو ستين قسما وكلها لا يحتج بها فما هي الثمرة المرجوة من هذا التقسيم؟ فهو لا ثمرة له كما قال كثير من العلماء قال وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحيح كما اختلفت درجاته الصحيح أراد بهذا الكلام أن يبين لنا أن بعض الحديث الضعيف أشد ضعفا من بعض وذلك يختلف بحسب شدة ضعف الرواة الذين ربوا هذا الحديث فكلما اشتد ضعف الراوي ضعف حديثه وكلما خفت أو خف ضعف الراوي خف ضعفه الحديث كما أن الصحيح كما أن الحديث الصحيح بعضهم أصح من بعض الحديث الصحيح كلما قويت ازداد الرواة شروط الرواية عنه من الثقة والضبط والإتقان والحفظ والتقوى وغير ذلك علت رتبة الحديث وكلما خف كذلك خف الحديث لذلك قال تتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحيح كما اختلفت درجاته الصحيح لذلك قالوا على سبيل المثال قالوا أوهى أسانيد أضعف أسانيد أبي هريرة السبيل بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبي هريرة هذا أضعف الأسانيد التي روت عن سيدنا أبي هريرة إذن كل صحابيين على الغالب هناك أصح الأسانيد عنه وهناك أضعف الأسانيد عنه كذلك ذكروا من أوهى الأسانيد ابن مسعود قالوا شريك عن أبي في زارة عن أبي يزيد عن ابن مسعود هذه أوهى وأضعف الأحاديث عن ابن مسعود قال ثم منه ما له لقب خاص منه ممن؟ من الحديث الضعيف ما له لقب خاص كالموضوع والمقلوب والشاف والمعلّر والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغيرها وسنعقل في كل واحد منها نوعا والله أعلم قال النوع الرابع معرفة المسند معرفة المسند النوع الرابع يعني من مطلق أنواع الحديث النوع الرابع أي من مطلق أنواع الحديث بمعنى أن المسند قد يكون صحيحا وقد يكونوا حسنا وقد يكونوا ضعيفا وان inici الكلام أحب Alcohol قال النوع الرابع معرفة المسند قال الخطيب يعني الخطيب البغدادي أبو بكر قال الخطيب البغدادي يعني في كتابه الكفاية في علم اصول الرواية أو في علم الرواية منهم من قال في علم اصول الرواية منهم من قال في علم الرواية هذا الكتاب له أكثر من اسمه قال الخطيب البغدادي المسند عند أهل الحديث ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى من راويه إلى منتهى من راوي إسناد من راوي الحديث إلى منتهى فشمل هذا الكلام الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر وهو أن المراد بالاتصال هنا لما قال المسند عند أهل الحديث ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى المراد هنا باتصال السند الاتصال ظاهرا الاتصال ظاهرا فيدخل فيه يدخل في المسند ما كان فيه انقطاع خفي ما كان فيه انقطاع خفي كأن يعنعن المدلس كعن عنتي المدلس إلى أو كأن يعنعن المعاصر لأنه ليس كل معاصر التقى بمن يعاصره فأنا مثلا الفقير عاصرت كثيرا من العلماء عندنا في الشام ولكني ما التقيت بهم فأقول مثلا عبارة أوهم أقول عن الشيخ مثلا صالح فرفور رحمه الله تعالى قال كذا فالذي يعرفني يعني أنا مثلا التقيت بالشيخ في أخريات عمره أو عاصرته في أخريات عمري ولكن لم ألتقي به فيظن السامع أني التقيت به وأخذت عنه فعنعنة المعاصر إذا لم تعلم إذا لم يعلم لقيه بمن عاصره واجتماعه بمن عاصره هذه العنعنة قد يكون فيها انقطاع خفي واضح أحبابنا إذا لما قال الشيخ رحمه الله قال الخطير المسند عند أهل الحديث ما اتصر إسناله قلنا المراد باتصال السند هنا الاتصال الظاهري فيدخل في تعريف المسند ما كان فيه انقطاع خفي كعنعنة المعاصر أو عنعنة المدلس قال وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم وذكر أبو عمر ابن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي رحمه الله تعالى وذكر أبو عمر ابن عبد البر أنه ما رفع إلى الحديث المسند يعني أن الحديث فرعاً ابن عبد البر ذكر هذا الكلام في كتابه التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد وهو كتاب جليل جداً نافع في الفقه والحديث لذلك قال ابن حزم قال هو كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم غيره مثله كتاب ضخم هو كبير إن استطعتم شراءه التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد التمهيد هو شرح للموطئ شرح للموطئ لإمام مالك وأبو عمر ابن عبد البر كما تعلمون أو لا تعلمون لا أدري هو كان فقيهاً مالكياً كان مالكياً المذهب لما في الموطئ من المعاني والأسانيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد وأنت إذا قلت أريد التمهيد لابن عبد البر معروف الكتاب وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن الحديث المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة قال يعني ابن عبد البر في تتمة تعريف الحديث المسند قال ويكون يعني الحديث المسند متصلا ويكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون منقطعا يعني ابن عبد البر قال الحديث المسند قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا كمالك عن الزهورية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزهورية لم يسمع ابن عباس فكل من المنقطع والموصور أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أضيفه 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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول الذي ذكره ابن ابن عبد البر يستوي يستوي تعريف الحديث المسند بتعريف الحديث المرفوع يستوي المسند والمرفوع يستوي المسند والمرفوع أن المرفوح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ بن عبدالبار المسند قد يكون متصلان وقد يكون منقطعا فهو لاحظ في المسند الإضافة فهو لاحظ معنى الإسناد الذي هو الإضافة فقال المسند هو المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبق كان متصلا أو منقطعا وحكى أبو عمر يعني ابن عبدالبر كثير عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحكى عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا وبهذا يعني وبكون المسند وبهذا وبكون المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطع الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث في كتابه في معرفة علوم الحديث كذلك وكتاب في المصطلح قال فهذه ثلاثة أقوال في حده يعني في تعريف الحديث المسند والله تعالى أعلم طبعا المعتمد والمشهور من هذه الأقوال الثلاثة في تعريف المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الذي اعتمده من الحاكم وهو الذي اعتمده الحاكم ابن عبد البر قال المسند قد يكون متصلا وقد يكون متطعا ثم قال ابن عبد البر حكى عن قوم أن المسند خاص بالمرفع المتصل وهو الذي قواه الحاكم وهو الذي عليه الجمهور وهو الذي عليه الجمهور ثم قال النوع الخامس معرفة المتصل نقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا وعافنا وعفعلنا وقبلنا البرقان رب العالمين انتتصرين بن فسنا من مراما نحنننى شكرا